اشتركوا في القناة نسبة مقدرة من خليط الطاقة اول من طلب انا واول من طلب يعني انا واللجنة المالية طبعا واول من طلب باعادة دراسة الاتفاقيات اللي هي اتفاقيات الانتاج التقليدي للكهرباء واتفاقية الصغر الزيتي لا بل وتشدد في ذلك باعادة الدراسة وان الكلف مرتفع ولا بد من تخفيضها بل وطالبنا رئيس الوزراء ان يشكل لجنة وطنية للطاقة من وزراء ونواب ومؤسسات مجتمع مدني لإعادة دراسة كلف الطاقة والوزيرة مع كل الاسف الشديد لم تحرك ساكن في هذا الشأن شو المطقوب لان منا بدنا نظلنا بس نتفرج ونقول نعم منستنى هالاستراتيجية ما تبدو يطلع هالاستراتيجية ايسان ان شاء الله ناوي احنا لليوم قاعدين بنشكوا من ارتفاع كلف الطاقة الحديث ان القطاع مش اليوم كم وعد تسليمها والانبارك ولا راح تشوف في يوم من الايام اجراءات عملية على الارض تتعلق بتخفيض كلف الطاقة خلينا نحكي بامانة حتى الحزم اللي احنا واللي وجهنا سيدنا الها للأسف حتى يعني لم نحسن اخراجها بطريقة قلنا انه هذه الحزم جيدة ولكنها ليست هي الكل هذا مش كل ما نطمح له بدو يستمر هذه الخطوات في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ما بصير لليوم التعرفة بعدها مشوها خليط الطاقة بعدها مشوها الاتفاقيات التقليدية لا زالت لليوم موجودة وما حدا عارف راسه من جريه فيها الكلف الاستطاعة وما يسمى بالكاباسيتي شارج دخول الصخر الزيتي اليوم برتفع عجز نبكو احنا ما صدقنا انه عجز نبكو وصل للصفر برتفع بالمقدر بموازنة 2020 لـ 117 مليون دينار وهذا طبعا بدنا نحسب حساب انه في 6 شهور لـ 50% ما في مصالح نيابية خلق كل كل ما ورد انا يمكن تحدث بمنتهى الصراحة وما من خلال برنامجك اذا الوزيرة عندها شيء وانا قلت لها اذا اي ضغط يأتيك من مجلس النواب انا مستعد انا الى جانب الحكومة وهذا يعني ولا واسطات ولا ملفات النائب الذي يراجع الوزير ويطلب منه ان يخالف القانون النائب مخطئ لكن الوزير يرتكب خطيئة وجرم وعليه ان يتحمل مسؤوليته في ذلك ولذلك انا بقول هاي وزيرت الطاقة والساحة مفتوحة امامها وانا حكيت لها اكثر من مرة اي ضغط يأتي من اي جهة كانت احنا مستعدين في اللجنة المالية وزملائي ايضا مع مجلس النواب ان نتحمل مسؤولياتنا امام الله وامام الوطن وان نقف بوجه كل من تسول له نفسه ان يضغط فيه من اجل المصالح الشخصية ما فيش اسم المصالح الشخصية فيش اليوم مصلحة وطن وانا اللي طالبت فيه اصلا شو اللي بطالب فيه اخي محمد انا اللي بطالب فيه اليوم اعادة النظر باتفاقيات الانتاج التقليدي